ونذهب الآن حيث ينضم إلينا من معبر رفح الزميل أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية إلى هناك يعني أحمد مجديد بعد أن صرح الصليب الأحمر من أنه تسلم 11 من الإسرائيليين ضمن هذه الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين وأيضا ضمن الهدى الإنسانية في قطاع غزة التي امتدت بعد هذا القرار إلى يومين إضافيين مونة قبل قليل خرجت الحافلة التي ستقل المحتجزين الإسرائيليين حيث تأتي بهم إلى هنا في داخل معبر رفح حيث تجرى عليهم بعض الكشفات الطبيلة للاطمئنان على حالتهم الصحية حسب الاتفاق بين الحادث لمدة أربعة أيام إذن المشهد سيتكرر بعد قليل سنشاهد حين تصل هذه الحافلة تسعة أطفال وسيدتان بإجمالي 11 محتجزاً ليكتمل العدد الإجمالي خلال أربعة أيام إلى خمسين محتجزاً إسرائيلياً تم الإفراج عنهم حسب الاتفاق المبرم لأربعة أيام في المقابل سيتم الإفراج عن باقي المئة وخمسين أسير إسرائيلي لدى السجون الإسرائيلية بالتوازي مع عودة هؤلاء إلى أماكنهم عبر معبر كرم أبو سالم إذن الاتفاق في مرحلته الأولى في الأربعة أيام الأولى سيتم بنوده بعد قليل وربما بنوده الأخرى في إيصال مساعدات على متن 230 شاحنة تقريباً في المتوسط أيضاً تم خلال الأربعة أيام التي تمتهي في الساعات المقبلة نحن إذن بصدد يومين إضافيين وربما الجهود الدبلوماسية ستذهب إلى أبعد من ذلك إلى ربما خمسة أيام حسب ما تقول بعض التحليلات لأن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن عدد كبير ما زال محتجزاً لدى الفصائل الفلسطينية ربما يصل إلى 177 محتجزاً حسب المصادر الإسرائيلية وهي أرقام ربما تكون أضعف ذلك حسب ما تقول الفصائل الفلسطينية ما يوجد الآن لدى الفصائل الفلسطينية من بين 177 محتجز حوالي 10 أطفال حوالي 29 من المسنين بالإضافة إلى 100 رجل وعدد آخر من النساء هذا العدد يتم التفاوض عليه إذن على الأقل في اليومين المقبلين من الهدنة الإضافية بمعدل 10 أفراد لكل يوم إذن نتحدث عن 20 اسماً محتجزاً سيتم الإفراج عنهم خلال اليومين المقبلين مقابل الإفراج عن حوالي 60 من الأسرى الفلسطينيين هذا هو الاتفاق في تمديده الجديد وربما هناك جهود دبلوماسية تجرى الآن بالفعل من جانب مصر وقطر وربما بإشراف وربما بضغط أمريكي لتمديد هذه الهدنة إلى فترات أطول ربما تسعى إسرائيل لإخراج كل المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية لكن ربما تكون المشكلة المقبلة في عدد العسكريين المحتجزين لدى حماس وفي هذا سيكون التفاوض بشكل مختلف حسب ما تقول أراء المحللين على الأقل مرحلياً نحن نتحدث عن تمديد للهدنة في 20 اسماً بمقابل حوالي 60 فلسطينياً هذا هو المقرر حتى هذه اللحظة لكن أيضاً حتى هذه اللحظة زالت الشحنات مساعدات الإنسانية تدخل إلى قطاع غزة بشكل منتظم ربما المسافة بين مدينة الشيخ زويد القريبة من هنا من معبر رفح وحتى معبر رفح نشاهد العديد من الشحنات المحملة بألاف الأطنان من المساعدات تصطف انتظاراً لدورها في دخول قطاع غزة في قوافل منتظمة كل فترة تذهب الحافلة لتفريغ شحنتها ثم تعود مرة أخرى لتدخل غيرها وهكذا هذا هو العمل المستمر على مدار 24 ساعة هنا في معبر رفح ربما الشحنات المصطفى على مسافة 10 كيلومترات خارج معبر رفح تقول أن هذه المساعدات متنوعة بشكل كبير حسب مطالبة جهات فلسطينية عديدة الصليب الأحمر الدولي منظمات إغاثية كثيرة تعمل داخل قطاع غزة خاصة المعونات الغذائية والدوائية ربما وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم في مدينة العريش أمام مستشفى العريش في مؤتمر صحفي مع وزير الصحة المصري تحدثت عن أولويات ثلاث صحية عاجلة تمديد الهدنة الإنسانية لعدم وقوع ضحايا آخرين الاستمرار في إيصال المساعدات الطبية ربما إدخال عدد من الكوادر الطبية لمساعدة الكوادر الطبية الفلسطينية هذا ما طلبت به وزيرة الصحة الفلسطينية هذا يتزامن بالتأكيد مع جهود دبلوماسية كثيرة بقيادة مصر مع دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار في هذه المساعدات بشكل كبير حين تمعدد الهدنة الإنسانية وهي مطلوبة على نطاق واسع وربما الحكومة الإسرائيلية رغم كل ضغوط المتطرف داخل التركيبة الإسرائيلية الحكومية ربما استجابت لهذه الضغوط ربما هناك تفاوضات هنا وهناك تجري لكن على الأقل هذه المفاوضات وهذه تعانوتات ربما من الجانب الإسرائيلي لا تفضي إلى شيء إلا إلى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في النهاية كما رأينا في الأيام الثلاثة الماضية ورأينا اليوم أيضا في مجريات العمل هنا في داخل معبر رفح طيب أحمد يعني ضعنا في عدد وطبيعة الشاحنات الشاحنات المساعدات التي دخلت اليوم إلى معبر رفح وصولا إلى قطاع غزة وهل كان بينها شاحنات وقود رغدا المتابعة منذ اليوم الأول في الهدنة الإنسانية أن تدخل إلى قطاع غزة حوالي 230 شاحنة في المتوسط ربما الجديد بضغوط مصرية كثيرة يصل عدد كبير من هذه الشاحنات مباشرة إلى شمال قطاع غزة وهذا أمر ربما شهد ضغوطا مصرية كثيرة بدلا من أن تفرغ الشاحنات حمولتها قبل الوصول إلى شمال قطاع غزة الاتفاق الآن ربما إلى إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى شمال القطاع ربما يأخذ ذلك مسارات كثيرة حسب المتطلبات الإنسانية التي تحملها هذه الشاحنات وهي محملة بكثير جدا من الأنواع المطلوبة أو الأنواع المتنوعة هذا بالإضافة إلى ست شحنات وقود تصل يوميا الآن في أيام الهدنة الأربعة بالإضافة إلى شحنات من غاز الطهي ربما أيضا مستشفيات ميدانية تدخل اتباعا قدمتها مصر قدمتها الكويت قدمتها الإمارات وهي مستشفيات ميدانية ربما تدخل على دفعات بسبب حجم تلك المستشفيات الميدانية لكنها تدخل اتباعا ليتم تركبها خاصة في جنوب قطاع غزة الذي تعاني كوادره الطبية ومنشآته الطبية من ضعف شديد ونقص شديد في متطلبات كثيرة فربما هذه المستشفيات الميدانية ستساعد بشكل أساسي في استيعاب أعداد الجرحة الذين يصلون إلى جنوب قطاع غزة وأيضا وسط قطاع غزة هذا ضمن الاتفاق وهذا ضمن ربما الضغط الدبلوماسي الذي حدث في الفترة الماضية قبل بدء هذه الهدنة وأثناء اتمام هذه الهدنة هذا فضلا أيضا عن خروج عدد كبير من المصابين جراء القصف الإسرائيلي ربما اليوم خرج حوالي 17 مصابا بذويهم من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية خاصة في مستشفى العريش القريب من هنا فبالتالي تسهيل عبور العالقين أيضا من داخل مصر إلى قطاع غزة يتم بشكل يومين تحدث في المتوسط تقريبا عن حوالي 170 عالقا يخرجون خلال الأربعة أيام الماضية بمعدن 170 في اليوم تقريبا من داخل مصر عبر معبر رفح إلى داخل قطاع غزة فبالتالي هذه العملية منتظمة بشكل كبير رأيناها وتابعناها على مدار الساعات الماضية وهي أيضا مستمرة ربما في اليومين الإضافيين نعم إذن أحمد أنت أنت على المطالبات من الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالمستشفيات الميدانية الميدانية وأيضا يعني كوادر طبية ومستلزمات طبية وأدوية ويعني كل ما يخص القطاع الصحي يعبر عبر هذا المعبر في رفح ليصل إلى الأشقاء في فلسطين وأيضا تحدثت عن أن هناك أعداد كبيرة من شاحنات التي الخاصة بالغاز ربما كما ذكرت 230 في المتوسط لكن ماذا عن الشاحنات الخاصة بصهريج الغاز المخصص لأطهر أن هذه لقطة مهمة جدا أحمد لأن الأطفال والأسر وكبار السن يحتاجون بطبيعة الحال إلى الغداء وهو غير متوفر في قطاع غزة يعني هل يعبر من معبر رفح شاحنات صهريج الغاز المخصص للطهي وكذلك ما يتعلق بمؤن أو المواد التموينية أو الغدائية وما إلى ذلك مونة غاز الطهي بدأ دخوله إلى معبر رفح وصولا إلى قطاع غزة منذ اليوم الأول ربما لم يشهد القطاع دخولا لغاز الطهي منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي هذا كما تفضلتي كان هناك عانت عند الأسر الفلسطينية في تحضير مستلزماتها اليومية من غذاء لكن هذه الكميات وإن كانت ربما لا ترقى بالتأكيد إلى متطلبات الشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة لكنها على الأقل بدأت وهي التي لم تكن تصل بشكل أساسي طوال حوالي 48 يوما من العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة هذه الكميات بدأت تدخل افتباعا لكنك أشرت إلى نقطة مهمة تشير لها المنظمات الدولية خاصة منظمات الصحة العالمية أن هناك مؤشرات كثيرة على انتشار الجوع في بعض البؤر داخل قطاع غزة وفي هذا تقول المنظمة أن هناك حاجة ماسة لإدخال مزيد أو ربما مضعفة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع خاصة الاحتياجات الغذائية فبتالي هذه إشارات كثيرة ربما كانت تطلق من منظمات دولية طوال أيام العدوان ربما تستغل فترة الهدنة في أيامها الأربعة الماضية وفي اليومين المقبلين لإدخال مزيد من الاحتياجات الغذائية للأسر التي ربما تشردت كثيرا في أماكن كثيرة في القطاع خاصة من شمال قطاع غزة إلى وسطه فبتالي هذه ضمن الأمور التي ربما تراعى هنا في معبر رفح بإدخال أنواع متنوعة من الشحنات التي تحمل بالتأكيد مواد غذائية ضرورية لإقامة وأود الناس هناك في قطاع غزة خاصة ونحن نتابع طقسا سيئا خلال هذا اليوم ربما تسقطت الأمطار بشكل كبير وهو ما يؤثر بالتأكيد على حياة الناس داخل قطاع غزة الجنرال الشتاء كما يطلق عليه ربما يؤثر على حياة الناس وبالتالي هناك مزيد من الحاجة هناك ضغط إنساني شديد الآن على أهالي قطاع غزة تطلبه إدخال مزيد من الشحنات وفي هذا أيضا ضغط دبلوماسية كثيرة ربما تحولها مصر وتطالب بها تطالب مساعدات ربما دبلوماسية أخرى إلى توثيق الموقف المصري فيما يخص إدخال مزيد من الشحنات الغذائية المطلوبة إلى داخل قطاع غزة مصر عبر معبر رفح تقوم بهذا الدور لكن ربما هناك تعنت إسرائيل في الجانب الآخر من حيث الكميات ومن حيث الأنواع ومن حيث وصول هذه المساعدات إلى أماكن أوسع داخل قطاع غزة نتحدث عن شمال قطاع غزة الذي لم تكن تصله كثير من الشحنات ربما أيضا بضغط دبلوماسي مصري وقطري بدأت تدخل عدد أكبر من الشاحنات المحملة بأنواع مختلفة من الاحتياجات فبالتالي شيئا فشيئا يسد النقص الكبير في الاحتياجات ربما كنا نتحدث عن نقص كبير وشح كبير في الوقود في أيام العدوان ربما هذه الكميات توقفت تقريبا وبتالي توقفت المستشفيات عن العمل ومتوقفت ربما شركات الاتصالات عن العمل بإدخال كثير من هذه الكميات من كميات الوقود خاصة السولر بدأت ربما الحياة تعود تدريجيا وبشكل نسبي أفضل عن السابق خاصة في المستشفيات في عمل المولدات في عمل شبكات الاتصالات وفي هذا ما يشير إلى تأثير كبير لمثل هذه المساعدات التي حتى الولايات المتحدة الآن تضغط لمزيد من إدخال هذه المساعدات الاتحاد الأوروبي تحدث كثيرا أيضا ربما اليوم الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء الخارجية العرب مع وزراء الأوروبيين في الاتحاد من أجل المتوسط كان هناك الحديث يعني ربما أخذ حيزا كبيرا من النقاشات حول إدخال مزيد من المساعدات إلى داخل قطاع غزة وفي هذا كان ضغط ربما من الوزراء العرب الوزير المصري سامح شكر ووزير الخارجية تحدث كثيرا عن هذا الأمر ولقيا دعما من الجانب الأوروبي فبالتالي إذا مددت الهدنة وهي قاربت على أن تمدد بالفعل فسيكون هناك آمال أكثر لإدخال مزيد من هذه المساعدات بمساعدة مصر بضغط الدبلوماسي المصري القطري وبأيضا ضغط كبير ربما يكون مطلوبا أكثر من دول العالم على حكومة تل أبيب لإدخال مثل هذه المساعدات لأن الأوضاع حسب منظمات إغاثية كثيرة في قطاع غزة تقول أن الأوضاع صارت أكثر من مأساوية أو لا يمكن وصفها حسب ما وصفت بعض المنظمات الحالة في غزة فبالتالي إدخال هذه الشحنات المستعدة بالفعل خارج معبر رفح من الأهمية بما كان حسب الضغوط الدبلوماسية وحسب الحاجات الإنسانية داخل قطاع غزة يمكن أن تصل إلى أعداد أكبر من المائتين وثلاثين شاحنة التي تدخل يوميا